السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم موقع اليوم إن شاء الله خورة في صراحة سوف أشارك معكم هذا الموقع بميزاته أول ميزة كيف تدبلجون أي فيديو بالتوقيت الذي فيه إلى أي لغة تريدون بدغطة واحدة وبشكل احترافي ثاني ميزة سوف أريكم كيف تحصلون على أصوات باللغة العربية بدون تشكيل وبدون أي أخطاء باللهاجات التي تريدون خاصة اللهجة السعودية لأنها مطلوبة في الإعلانات وفي الفيديوهات الترويجية كذلك هناك ميزة أخرى كجعل الصور تتكلم وإنشاء الصور كذلك ناطقة وصناعة محتوى واستخلاص النصوص من الفيديوهات هذا الموقع بميزة مدفعة ومجانية أنا مشترك فيه وهو ينفعني في الانستغرام الذي شاركت في أحد المشاركات وضعت فيه الأعمال الخاصة به هذه الأعمال هي عبارة عن فيديوهات ترويجية خاصة باللهاجات التي قلت لكم الإماراتية والسعودية يجب أن تكون احترافية وهنا أجلبوا الترافيك إلى الانستغرام الخاص بي وأعملوا في مواقع العمل الحر وهذا هو البيزنس الجديد الخاص بي إذا أرتم أيضاً أشارككم معكم كيف تنشئون مثل هذه الأعمال والفيديوهات الترويجية للعلامات التجارية اتركوا لي التعليق لكي أعرف هذا ونهاية معكم سوى مشاهدة الفيديو إلى الأخير لأنني متأكد أنكم ستستفيدون إن شاء الله وإذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الضغط لننتقي مباشرة إلى الشرح أول شي عندما تقومون بالضغط على الرابط الذي سوف أتركوا لكم في الوصف أو في أول تعليق موقع ضبضب الغاني عن التعريف صراحةً خرافي إذا ذهبنا إلى برودكت لدينا مجموعة من الميزات كإنشاء شخصية متكلمة كذلك دبلجة وترجمة الفيديوهات بدغطة واحدة كذلك فيديو إيديتينج كذلك تحويل النصوص إلى أصوات باللغة العربية كما لم تسمعوها من قبل دون تشكيل دون أي شيء سوف تشاهدون هذا خرافي صراحةً وأنصح به كذلك لدينا إي آي ترانسكريبسيون استخلاص النصوص من الفيديوهات وميزات خرافية صراحةً أخرى لكن سوف أركز في هذا الفيديو على هذه الميزات سوف أبدأ معكم بفيديو ترانسلاسيون وهو دبلجة وترجمة الفيديوهات كما أنصح أيضاً لمن لديه أعمال ويربح منها الاشتراك في مثل هذه المواقع صراحةً سوف تسهيلوا عليه العمل أنا مشترك في هذا الموقع وأردت أن أشارك معكم تجربتي صراحةً الآن سوف أضغط على نيو وهنا لدينا خطوتين إما أن تقوم بتحميل فيديو من الحاسوب وإما أن تقوم بجلب رابط مثلاً يكون لديك على القناة أو أي فيديو أعجبك وأردت أن تقوم بدبلجته وتحويله إلى ملكيتك مع تعديل أيضاً عندما قمت بالدخول إلى قناتي قمت بأخذ الرابط من أحد الفيديوهات القصيرة مع الكثير ووضعه هنا ثم تقوم بتحديد اللغة الأصلية ثم بعد ذلك اللغة التي تريد إليها تحويلها الأمر البسيط لكن أنا سوف أذهب بالنطاق الذي يشمل جميع المشاهدين ليس لديهم فيديوهات على القناة ويريدون لتحميل فيديوهات من أي قناة كيفما كانت مثلاً سوف أقوم بتحميل فيديو من عندي من الحاسوب هذه الفيديوهات قمت بصناعتي في أحد الفيديوهات حولها تمثال الحرية بطريقة أخرى كنت صنعتها في فيديوه السابق يمكن أن أتركها في الوصف إدارة مشاهدته ثم الآن هقد تم تحميل الفيديو الآن يطلب مني إدخال اللغة الأصلية للفيديو الفيديوهو باللغة الإنجليزية ثم سوف أقوم بدبلجته مبدئياً إلى اللغة الصينية أقوم بتحديدها وهنا لدي بعض الميزات والميزة الأولى وهي إذا أردت أن تحافظ على الموسيقى التي تكون فيها الخلفية إذا أردت أن تحافظ عليها أنا ليس لديها موسيقى فيها الخلفية لن أقوم بتفعيلها كذلك لدينا مزامنة الشفاء إذا كانت لديك شخصية في الفيديو تتكلم وأردت أن يقوم الموقع بمزامنة الدبلجة مع الشفاء كمثال مثل هذه الشخصية في الجانب ما عليك سوى تفعيلها أيضاً لديك إزالة الترجمة إذا كان الفيديو به ترجمة أصلية مثل الفيديو الذي قمته بتحميل الآن سوف يقوم الموقع بإزالة الترجمة بالإنجليزية ويقوم بوضع ترجمة باللغة الصينية كما سوف تشاهدون الآن سوف أقوم الآن بتفعيلها أو يمكن أن أقوم بعدم تفعيلها أنا والذي أريد الآن هنا لدينا أيضاً الترجمة كما تشاهدون يمكن أن نضع الترجمة إلى ترجمة حي يقوم باستبدال الترجمة الإنجليزية بالترجمة الصينية سوف أقوم بتفعيلها ثم بعد ذلك لدينا مراجعة الترجمة وهي آخر ميزة إذا أردت هذا إذا لم تريد قم باستغناء عنها يتبقى لنا وهو ترجمة الفيديو نقوم بالضغط عليها هنا لدينا التوقيت كذلك اسم الفيديو كذلك لدينا النقاط التي سوف تخصم لدينا وهنا لدينا الاشتراك الخاص بي كما أقلت لكم ثم أكون في كل بساطة والموقع كما أقلت لكم بخطة مجانية وخطة مدفوعة الأمر يبقى لكم صراحة كما أقول دائماً الذي لديهم أشغال وأعمال تستحق الاشتراك في برامج لما لا بما أنه يعد عليكم بأن نفعل الآن سوف أقوم بالضغط على المعينة وهذا هو الفيديو الخاص بنا الآن باللغة الصينية 但你知道它差点没有来到美国吗 1885年 雕像被分成350件 装在214支板条箱中 运抵目的地 الآن سوف أضغط على الترجمة الجديدة ثم سوف أقوم بالتحميل نفس الفيديو باللغة الإنجليزية ثم سوف أقوم بالدبلجة إلى لغة أخرى فقط لكي نعمم الأفكار الآن سوف أقوم بالتحديد اللغة الأصلية اللغة الإنجليزية ثم سوف أقوم بالاختيار أحد اللغات مثلاً اللغة العربية من الإنجليزية إلى العربية ونفس الاعدادات سوف أقوم بالترك المزامنة والحفاظ ثم سوف أقوم بالتفعيل إزالة الترجمة ثم سوف أقوم بالتفعيل أيضاً ترجمة الترجمة بكل بساطة هذه الاعدادات العادية والمناسبة للفيديو الخاص به ثم سوف أقوم بالضغط على الترجمة الفيديو بعدما يتم تحميل ثم confirm بعدما تم تحميل الفيديو بكل بساطة. الان انتظر فقط بعض الدقائق ثم سوف يقوم بيعطيك الفيديو الخاص بك. الجميل في هذا الموقع يستطيع دبلجة الفيديو بجميع التوقيتات كيفما كانت. الان سوف اقوم بتحميل الفيديو وهذا هو الفيديو الخاص بنا باللغة العربية. لكن هل كنت تعلم انها كادت ابدا ان تصل الى امريكا في عام الف وثمانمائة وخمسك وثمين. وصل التمثال في ثلاثمائة وخمسين قطعة فردية معبأة في الان سوف اعود كذلك من جديد سوف اقوم بالضغط على نيو ترانسلاسيون بكل بساطة ثم سوف اقوم بتحميل فيديو اخر نفس الفيديو لكن باللغة العربية هذه المرة باللغة العربية لذلك سوف اقوم بتحديد اللغة الاصلية وهي العربية وسوف اقوم باختيار احد اللغات مثلا هذه المرة سوف اقوم باختيار اللغة الفرنسية فقط نقوم بتكرار الفيديو لكي نشاهد كيف سوف يأتي معنا بجميع اللغات. نفس الاعدادة سوف اقوم بتفعيل ازالة الترجمة هو الترجمة ترجمة باللغة الإنجليزية كما تشاهدون أيضا ثم انتظر فقط قليل حتى يتم تحميل الفيديو ثم سوف أقوم بتضغط على الفيديو بكل بساطة ثم كنفر ثم انتظر فقط قليل ثم أقوم بتضغط على الفيديو و هذا هو الفيديو الخاص بنا باللغة الفرنسية أيضا لنو شاهد و كما سمعتم دبلجو خرافي معلق سوف أقوم بتكرار الأمر لآخر مرة سوف أقوم بتحميل الفيديو باللغة العربية ثم سوف أقوم بتحديد اللغة الأم ثم سوف أقوم بتحديد اللغة الألمانية ثم بعد ذلك هذا هو الفيديو الخاص بنا باللغة الألمانية والأمر بصير و كما شاهدتم اضغط على دونت وقوم بتحميل الفيديو صراحة للموقع خرافي كما قلت لكم تحويل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الثينية ثم من اللغة الثينية إلى العربية ثم من العربية إلى الفرنسية ثم من العربية أيضا إلى الألمانية هذه ميزات الخاصة بالدبلجة بضغطة واحدة الآن سوف أريكم ميزات أخرى ثم سوف أعود إلى وجهة الأولى ثم لدينا أيضا ميزات أخرى كمثال لدينا AI أفاتار صناعة شخصيات متكلمة ناطقة ثم اضغط على Start for Free هنا لديك شخصيات جاهزة يمكنك استعمالها في الفيديوهات الخاصة بك أو يمكنك تحميل أي صورة واجعلها تتكلمة الآن سوف أقوم باختيار أي شخصية مثلا هذه الشخصية هنا لديك أيضا بعض الإعدادات هنا يمكنك استعمالها مثلا كروب ثم مثلا فايس سواب تفديل الوجود كذلك استبدال الخلفية يمكنك أيضا استبدال الخلفية إلى اللغة الأخضر كروما خضراء ويمكنك الدمج هذا الفيديو في صور أخرى وبخلفيات أو فيديوهات واجعله يتكلم كذلك لديك أيضا تحسين جودة الفيديو ووضع الترجمة أنت أولادي تريد أنت بإدخال هذا النص لا يجب عليك أن تتجوز ثلاثة آلاف حرف في كل مرة اضغط على جينيريت تاركينغ أفاتر بكل بساطة الآن اضغط على جينيريت ثم سوف يتم جعل هذه الصورة تتكلم بالدكال الصناعي ويمكنك الصنع أيضا محتوى منه لنستمع الآن أنا كريم لدي قناة على اليوتيوب أشكركم لدعكمكم الآن صراحة كمشاهدون الفيديو رائع صراحة الآن سوف أقوم بتحميل الفيديو بكل بساطة عن طريق دونات الآن سوف أريكم ميزة أخرى أيضا للدكالي الصناعي صراحة لتحويل النص إلى الصوت لكن باللغة العربية دون تشكيل دون أي شيء أعود إلى الواجهة أيضا ثم أذهب إلى AI VoiceOver ثم الآن سوف أضغط على Start for Free الأمر بسيط ثم الآن هذه الواجهة الرئيسية للموقع في الأعلى دينا import export تحميل الأوديو الذي سوف تقوم بإنشاء أضغط على More VoiceOver ثم الآن في الأعلى لديك مجموعة من اللغات بلهجات متعددة ثم تشاهدون الآن ما يهمون وهو اللغة العربية أضغط على العربية العربية بلهجات متعددة منها اللهجة المصرية الإماراتية ثم المغربية ثم السعودية كذلك أنا سوف أقوم باختيار اللهجة السعودية لأنها مطلوبة في الإعلانات دائما يطلبون اللهجة السعودية ثم سوف أقوم باختيار الجنس رجل ثم سوف أقوم باختيار رجل متوسط أو في سنة الثلاثين يوض بكل بساطة ثم سوف أقوم باختيار السيناريو إذا شاهدتم الشخصيات تبدأ بالاختفاء لأن اللغة العربية لا يوجد بهذه الميزات والسطيلات كمشاهدون إذا اخترت مثلا Angry غادب سوف لن تجد أي شخصية متوفرة هنا لذلك أنا فقط أريدت أن أريكم أن العربية لا تتميز بهذه الميزات بالعموم فقط قم باختيار اللغة العربية باللهجة التي تريد ثم اختيار أيضا الجنس والعمر التي تريد الآن لنستمع بعض الأصوات باللغة العربية لنستمع لي صوتها ثم يعيش في إحدى القرى الصغيرة فتاة شابة كانت معروفة بلطفها وحبها للحيوانات ثم لي ثم بعد ذلك دومي كان يعيش في إحدى القرى الصغيرة فتاة شابة كانت معروفة بلطفها وحبها للحيوانات صوت صراحة خورة فيها الآن سوف أقوم باختيار الصام أنزل إلى أسفل أضغط على Confirm ثم الآن كم تشاهدون الشخصية الصام هي التي معنا الآن هنا لدينا ميزة رائعة إما أن تقوم بجلب النص من عندك أو يمكنك فقط قم بكتابة كلمة الآن قمت بكتابة قصة دراما سوف أقوم بالضغط على Tool Right بكل بساطة ثم قمت بتفعيل Single Voice Over ثم الآن سأقام بإعطاء قصة درامية بكل بساطة أضغط فيها لعلى لكي أجرب الصوت الصام لنستمع قصة دراما قصة هذه الدراما تدور حول شاب يدعى أحمد الذي يعيش في مدينة صغيرة ويحلم بأن يصبح ممثلا مشهورا يعمل أحمد بجد لتحقيق حلمه ويشارك في مسافة صراحة الصوت خورا فيك كما سمعتم الآن إذا قمنا بتفعيل ميزة Multiple Voice Over سوف يقوم بإعطائك مجموعة من الشخصيات في الجانب هذه الشخصيات اعتبرها كأنها قصة أو حوار بين مجموعة من الأشخاص يمكنك فقط فيها ضغط على أي صورة ثم قم بإضافة أي شخصية أفاتار ما كان بهذا الشكل سوف أقوم بإضافة مثلا هذه الشخصية لبنت جوزي بكل بساطة قم بتفعيل واختيار اللغة العربية ثم الجنس امرأة وقم بتأكيد Confirm في الأسفل كما شاهدتم قام بإضافتها الآن لدينا قصة عبارة عن مجموعة من الشخصيات فقط بضغطة واحدة قام بإعطائنا مجموعة من الشخصيات كما شاهدتم لدينا شخصية لبنتين ثم الشخصية الرئيسية السام في القصة فقط تقوم بالضغط على ستار ثم يقوم بإعطائك القصة كاملة دون أي عناء ودون أي تعب سراعة معركة والضغط على Export ثم اختر الصغة التي تريد إمبيتر وأو وير بكل بساطة ثم Export ثم سوف يقوم الآن بإعطائك Generate قم بالضغط عليها ثم سوف يتم تحميل الأوديو على الحسوب بكل بساطة دون أي عناء وهذا هو الأوديو الذي حصلنا عليه لنا السماء قصة دراما قصة هذه الدراما تدور حول شاب يدعى أحمد الذي يعيش في مدينة صغيرة ويحلم بأن يصبح ممثلا مشهورا يعمل أحمد بجد لتحقيق حلمه ويشارك في مسابقات محلية حيث يظهر موهبته الفذة في التمثيل يلفت أحمد انتباه أحد المنتجين الشهيرين ونهاية الموقع صراحة خرافي وكما أقول لكم الرابط سوف أترك لكم في أول تعليق أو في الوصف إذا أردتم تجربته بالمجال أو إذا أردتم اشتراك وكما أقول دائما إذا كان لديكم عمل يضر عليكم أموال من خلال الدكال سنعلم لأن تسهيل عليك الأمر والاشتراك في المواقع لتسهيل عليك الأمر أنا لقد وضعت سابقا في أحد المشاركات انستغرام خاصة بي وضعت في أعمال وأقوم بجلب الترافيك أو العملاء إلى الانستغرام وأريهم الأعمال الخاصة بي لفيديوهات إعلانية وهذا الموقع ومجموعة من المواقع تساعدني على فعل هذا لذلك الأمر يبقى لكم ونهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك وتفعيل وصف التعليق نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم شكرا